اللحمة والفريخ انا ما بخسلش اللحمة اللحمة المفروض ان هي بتاخديها لو انت اخديها من مصدر موصوق منه يعني عارفة متقطع على ايه وكل حاجة بتاخديها يدوبك بتنشفيها بالفوق يعني الورق المطبخ بتنشفيها وتبداي عطول تتبليها الفريخ انا بخسلها بديها يعني سبا بحب بخسلها كويس اوي اولا ما تنقعيش الفريخ في مية عشان البكتيريا ما تزيدش لان المية دي بتزود البكتيريا فمش لازم خالص ان انت تنقعي الفريخ خالص انت تشغلي بص الحنفية وتتسيبي مية جارية عليها ها اوكي بتحاطي الاول فيها ملح من كل حتة فيها الملح بيطلع اي لو في اي دم فيها او حاجة بيطلع كل ده باكي هتحطي دي وتبدأي ان انت تعملي لها يعني تدعكيها بشويش بحيس ان هي تطلع كل الحاجات اللي هي الزلال بقى الحاجات اللي بيعمل طعم وحش للفريخ اللي هو الزفارة اوكي بعد كده بشطفها كويس قوي بالمية وبعد كده بروح حط عليها شوية الخل وروح شطفها على طول باكي في الاخر خالص بس بس بها تتصفى واعصر عليها لامونة ونشفها وابدأ اشتغل فيها اوكي حقطعها بقى حسلقها حعمل الستاك بتاع الفراخ اللي هو شربة الفراخ حاجات دي كلها يعني بتطلع فرخة مبسوطة كده شكلها حلوة فهم وما فيهاش الزفارة بتاعت خالص خالص لو سلقتيها بقى لو عملتيها الشربة مش هتشوفي الريم ده اصلا طوال اوكي بالنسبة لسلق الفراخ لو هتعمله شربة ما ينفعش يا جماعة خالص تحطوا الفراخ في مية مغلية مشكلة الناس كلها اه ان الناس كلها بتفتكر ان انا حصله الفرخة يبقى انا حعرغلي مية الاول وروح رامي فيها الفرخة اه لا خالص الفرخة عايزة تاخد شاك صدمة عشان تطلع كل الحلوة بتاعها فانتي في الحلوة بتحطي حتة الزبدة اه ومعاها الفرخة بتحطي عليها ملح اه سوري الملح مش بتحط في الاول خالص ملح بتحط فلفل بتقطعي بصلتين مثلا كبار فهمان بتحطيهم وجز كده يعني مش رايح وتحطي معهم ورق لاورة ومستيكا اوكي وحبهان بس وتراح يمقلبها فيه ناس بتحب تحط قرفة عود قرفة اوكي بس انا ما بحطش بتقلبها بتاديها شاك من كل حتة بتبدأ انها تتشاو قبل المية اوكي لما تيجي تحطي المية هتحطي مية يعني معدنية او مية ملحنفية او فلتر اللي هي مية يعني مش سخنة خالص فترة مش سخنة اه ليه عشان انت عايز الفليفر بتاع الفرخة كله يطلع اوكي فده كله بيطلع عن طريق العدمة بتاعها اوكي فانتي محتاجة انها تعطي تغليب ابرحتها فهمه اوكي ففكرة ان احنا بنحط الفرخة مغلية على طول دي مش 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 غلط دي مش حديثين كويس انتي قلت المعلومة ديشة بس انا ما تغلي بعد كده راح يلا خشوف راح كلها يلا على المية اوكي